هذا وعقدت سلطنة عمان وجمهورية الهند صديقة جلسة الحوار الاستراتيجي العماني الهندي التاسع في مصقاط وأكدت جلسة الحوار على عمق العلاقات الراسخة وشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ورغبة قيادتي البلدين لتعزيزها في مختلف المجالات ونقش الجانبان مجموعة من الملفات الاستراتيجية والقضايا ذات الاهتمام ومستجدات المشاريع المشتركة والمشاريع المخططة لها مستقبلا بما يخدم توجهات ومصالح البلدين الصديقين ترأس الجانب العماني لواء إدريس بن عبد الرحمن الكندي أمين عام مجلس الأمن الوطني ومن الجانب الهندي فكرام ميسري نائب مستشار الأمن القومي الهندي